انا احنا منوافق على تمديد امر دفاع لكن ليس كما صدر بتاريخ 21 ثلاثة ممكن احنا نستثني التنفيذ 50 الف مدون ممكن نستثني التنفيذ ذا اللي عنده قدرة يحمل شركات الاقراض والبنوك ممكن نستثني امن الجزائي لازم ينفه يعني اللي عنده انا باعتقادي اللي عنده اداة توثيق للدين اخرى اللي عنده رهن تأميني رهن حيازي الزبط الناشئة هذا يجب انه ما يتم حبسه لانه انت كدائن موثق دينك اللي موظف حكومي غير لانه اله راتب تستطيع ان تتقاضى منه اللي عنده املاك وعنده اموال منقول وغير منقول هذا ما في دائة احبسه لانه موجود اللي بتقدر احجز على امواله احجز على امواله اللي بتقدر اللي بيسافره بطبيعة عمله بتطلب التدقل والترحال امنع سفره بمجب امر الدفاع هذا ممنوع سفرهم بزرار بصرح القضايا امنعه هذا بتجبره يعني هذي تدابير بديلة تقينا مسألة الحبس تقينا مسألة تجوه للحبس لازم زي ما تفضلت يكون في بدائل ودراسة للشرايح ونوع الحبس ومين اللي بتدين حبس عفوا يعني اما لان انا افرت الامور هيك هذا بيأثر على الاقتصاد الاردني الامور اليوم فالتة ساد محمود اه فالتة اليوم اه فالتة هيك لما انت تقول مئة الف مدون فالتة والدولة بتحصل باللي الها يوميا واللي بدفع ثمن للقطاع التجاري بنوك مش وقف فوائد مستحقاء كثير سيولي ما فيه فيه شح سيولي وهات اسمح لي عدم حبس المدين معلق مسألة اثار كورونا كلها على حبس المدينة عدم حبس المدينة وتعجيل الحبس اثر على السيولي بالسوق الاردني بكل وضوح وصراحة ودراسة نعم دراسة نعم لا لا سيدنا هذا الحكي موجود والحكومة على علم وانه موجود في التجاري والله يا اخي وشوفنا الغرف التجاري ورحاطبناهم وحاولنا نتواصل معهم وتواصل مع رأسة ال�رفة الجالية كلها استنتاجات كلها استنتاجات والله سورناهم يعني والتقلنا بالمجلس الاقتصاد والاجتماعي كلها هي مطالبات للأسف يعني استنتاجات اتنا زورنا بغرف التجارة الاردن اطلب اي تقرير اي احصائية اي دراسة بتخذها وانت قاعد ما بنحكي حكي بالهوة نحكي عن دراسة سيدي هاي دراسة موجودة موجودة عنا اثر كل اشي شو اثر على السيولة وشو اثر على السوق وامر الدفاع 28 اثر على اثر على تداول السيولة نعم بين ايدينا التجاري كمي اثر شو عظيم نسبة اضعفها بكمي اكثر من 50% اكثر من 50% نعم اضعف السيولة في السوق نعم نعم والله انا لاماني حاولت اتواصل واطلع احنا جاهزين تواصل معنا ومعطيك انه اعطوني يا جماعة من تاريخ صدور امر الدفاع 28 لحد اليوم ما هي نسبة المديونية اللي اقل من 100 الف دينار ما هي نسبة الشيكات اللي اقل من 100 الف دينار حتى اعرف هذا امر الدفاع اله جدوى اقتصادية اله عائد اقتصادي اله عائد اجتماعي اله عائد رقوقي حتى نطلع عليه للاسه 50% السيولة انخفضت في السوق 50% منذ امر الدفاع 28 ما حدا بدفاع نهائيا ابدا ابدا اللي معاه ولي ما معاه اللي معه ولي ما معاه عنده شيك ما بدفاع ما بدفاع يعني حتى السيدي اقول لك اقوله بكرة امر الدفاع شهرين امن بالله غير فوق 75% من قضايا تندفع وشوف الطوابير باب المحكمة بالدفاع